أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي وذكر محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال ربع الأول من السنة المالية الحالية شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 22.2% يسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة وأرجع محافظ البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس